عقوبات بطعم الخلافات هذا ما خلص إليه حراك المجموعة الاتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس بشأن النيجر فالحكومة المعينة من المجلس العسكري في نيامي أكدت قدرة البلاد على تجاوز العقوبات الجديدة بل وعلن عزمه محاكمة الرئيس المعزول محمد بازون بتهمة الخيانة العظمى خطوة أثارت قلق إفريقي ودولي فيما انتهى الاجتماع اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي دون التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة في النيجر فما تأثير العقوبات على قادة الانقلاب في النيجر وهل ستمهد لخطوات تصعيدية أخرى في ظل هذا الانقسام الإفريقي هذه الأسئلة وغيرها أطرح على ضيفي من الرباط مدير مركز الصحراء وإفريقيا للتراسات الدكتور عبد الفتاح الفاتحي أهلا بك سيد عبد الفتاح إذن المجلس العسكري في النيجر يقلل من جدوى عقوبات كواس هل تتفق مع ما يقولونه نعم وبكل تأكيد أن هذه العقوبات ستكون مؤلمة على النيجر وبالتالي ستزيد ربما من تهله الأوضاع الأمنية وهذا هو التحدي الخطير الذي ليس في مصلحة لا سواء النيجيريا ولا سواء منظمة الإكواس اليوم هناك الخيارات الوحيدة ربما التي موجودة عند الإكواس بعد فشلها في تدخل عسكري لعدم حصول إجماع لا سواء داخل الإكواس ولا سواء كذلك بالنسبة للاتحاد الإفريقي غدا تجتماع مجلس السلم والذي لم يتوصل إلى اتفاقات مشتركة بخصوص كيفية التعامل اليوم هناك إشكالية حقيقية بين من يدعو العودة إلى الشرعية والمشروعية ولكن من جهة أخرى هناك الإكواس ودول أوروبية يعني تربط الشرعية والمشروعية بعودة محمد بازوما إذن اليوم داخل الحوار يجب أن ترتبط بالعودة إلى الشرعية والمشروعية على أساس عملية انتقالية جديدة تجنب الإكواس تدخل عسكري وتجنب النيجر الضعيفة تظهرا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا سيما أن العقوبات المفروضة عليها هي تساهم في معاناة الشعب النيجيري ولا تمس بأي أساس القدرات للمجلس العسكري الذي قام بالانقلاب وبالتالي مستقبل النيجر هو من مستقبل منطقة الساحل والصحراء التي تعاني من عمليات عسكرية وهجومات يقوم بها الجماعات المسلحة الإرهابية وغداة هذه الأزمة بتنا نشهد صراعات لحركة أزواد في مالي في الشمال المالي وهذا ما يعني إنهاء لاتفاق الجزائر 1915 وكذلك هجوم على الجيش النيجيري والذي أودى بعديد من عناصره من قبل جماعة إسلامية مسلحة إذن الهدف المشترك أو التحدي المشترك في منطقة الساحل والصحراء وبالنسبة الإكواس وهو مكافحة الإرهاب وأن عمل الإكواس يجب أن يقوم على أساس إصلاح الجيوش وتتبيت مبادئ القيم الديمقراطية وليس انتظار حتى يحصل هناك انقلاب بسبب التدهور الأمني لتقوم النيجر بعقوبات تزيد من ممارسة الوهن والضعف على هذه الدولة القيادة الجديدة في النيجر رئيس الوزراء الجديد علي محمد الأمين قالها بنفسها المجلس العسكري أعطى الضوء الأخضر لبدء محادثات مع المجموعة الاقتصادية إلى أي درجة هذا التحرك الآن من المجلس العسكري الدفع بهذه الحكومة الجديدة وأنها ستدير البلاد لمرحلة أفضل يحرج المجموعة الاقتصادية وأي فرص لتدخل خارجي سواء عسكري أو فرض يعني مسار على الأقل دبلوماسي سيد عبد الفتاح نواجه مشكلة مع سيد عبد الفتاح لثوانين ننتظر يبدو أن الإشكالية تستمر مع سيد دكتور عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات كنا نتحدث عن المجلس العسكري الذي يستولى على السلطة في النيجر سيد عبد الفتاح القيادة الجديدة كنا نسألك في البلاد في النيجر قالت أنها قادرة على تجاوز العقوبات المفروضة عليها حديثا لم تستبعد العودة إلى المسار الدبلوماسي لأي درجة يخلط الأوراق بأن المجلس العسكري ليس متمسكا بالسلطة بل فعلا يدفع البلاد إلى مسار أفضل وفي الحقيقة هناك مساعي بالنسبة للمجلس العسكري في فتح صفحة جديدة بعيدا عن التهديد التي سبق وأعلنت عنه مجموعة الإكواس وأكد بأن العقوبات المفروضة على بلاده تستهدف بأنها غير عادلة وغير إنسانية لأن تستهدف الشعب النيجيري وفتح مؤخرا باب الحوار مع وفد من برنامان الإكواس للبحث عن حلول سلمية لكنه بغض النظر عن ذلك فهو يريد أن يعلن إنهاء مرحلة محمد بازوم التي تمسكوا به المجموعة الدولية وكذلك الإكواس ويبرر ذلك هو محاول به فكرة الذهاب إلى الحلول الدبلوماسية مع رئيس الوزراء الجديدة والحكومة الجديدة إلى أي درجة بالفعل يحرج الأطراف الأخرى التي تحاول بين قوسين إنقاذ النيجر وينهي مرحلة بازوم وينتظر النيجر مسألة المحاكمة الآن سيد عبد الفتاح نعم والآن المجلس أو القادة الإنقلابيين حينما عينوا رئيسا للوزراء مدني وكذلك عينوا حكومة بأنها ستعتبر بأنها حكومة انتقالية يعني هذا يتوافق تماما مع ما تريده الإكواس أي العودة إلى الحكم الدستوري لكن بشرط بدون محمد بازوم وأن كذلك مسألة الارتباط الإكواس والتحالف الدولي بمحمد بازوم هو الذي جعل القادة العسكريين في النيجر يذهبون إلى الأمام ويعلنون بعد أن هددوا بتصفية إذا ما كان تدخل عسكري ها هم اليوم يؤكدون بأنهم يجمعون الأدلة والوطائق لإدانته لكن سيد عبد الفتاح حتى نستغل الآخر دقائق معك نقطة مهمة أيضا أود أن نستمع إلى رأيك فيها مسألة الآن دائما المجلس العسكري يتهم فرنسا وأطراف خارجية بالتأثير على النتيجة النهائية لوصول بازوم ما الضمان الآن من قبل المجلس العسكري أن لا يؤثر على الانتخابات المقبلة وأن لا يكون الرئيس الجديد ممثلا لمجموعة عسكرية في الظل نعم أعتقد أن هذا هو الذي يكشف عن ما ستؤون إليه المفاوضات بخصوص هذا الموضوع إذا ما استطاع أطراف من الإكواس وكذلك المجلس العسكري التفاوض على مرحلة انتقالية بضمانات من مبادئ الممارسة الديمقراطية ومن نزاهة أو من تعيين كذلك لجنة انتخابات تشارك فيها الإكواس بشكل كبير لتنظيم مرحلة انتقالية القيادة الجديدة قالت أنها متفائلة بشأن هذه المفاوضات قالت أنها متفائلة القيادة في النيجر الجديدة هل ترى هذا التفاؤل واقعيا؟ وفي الحقيقة لا أعتقد بأن مسألة الدفع بعملية محاكمة محمد بازون بأنها تهديد من جديد أو ربما رفع السقف ولكن وبحث عن مخرج للتهديدات السابقة والتي تبقى قائمة بالنسبة للإكواس والمتعلقة بتدخل عسكري بعدما أعلنت عن قوات احتياطية فقط بقية سوى اللمسات الفنية من أجل التدخل العسكري سيما أن هناك كذلك دعما من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من فرنسا وهذا ما يجعل بأن النيجر في صراع دولي أو تنافس دولي إذن اليوم إكواس عليها أن تبحث عن مواقف مستقلة في علاقتها التفاوضية مع السلطات القائمة في النيجر والبحث عن مستقبل جديد لا يجعلهم يتدخلون عسكريا لأن إضعاف النيجر والقضاء على الوحدة المتواجدة في القوات العسكرية سيجعل الباب مشرعا أمام الجماعات المسلحة المتطرفة والتي ستكون لتدعية خطيرة وربما هذا ومرض الرفض الجزائري ورفض مالي وبوركينفاس وغيرها من الدول المجاورة للتدخل العسكري ويبحث عن أفق جديد على أسس جديدة يجب أو كان من الواجب أن تقوم بالإكواس هي إصلاح الجروش والتتبيت دعائم أو المبادئ الديمقراطية في ممارسة الحكم بالدول الإفريقية العضوة فيها الدكتور عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات كنت معنا من الرباط شكرا جزيلا لك